دقيقتان من أجل سوريا هو عنوان الحملة التضامنية مع الثورة السورية والتي تبثها جميع وسائل الإعلام الفرنسية المرئية التابعة للدولة فيما تناولتها الصحف والمحطات الإذاعية في فرنسا بالكثير من الاهتمام الحملة التي تم إطلاقها يوم الجمعة سيتم خلالها بث عشرين فيلما قصيرا مدة كل واحد منها دقيقتين أفلام من إخراج الأجنبيتين بياتري السولي والسارامون التي اعتمدتا على ما صوره الثوار السوريون منذ دلع الثورة وتعد هذه الأفلام زبدة الآلاف من فيديوهات الثورة حيث تم انتقاء الأبلغ تعبيرا لسرد الوقاء التي حدثت طيلة عامين وقد تم إرفاق الصور بصوت عشرين شخصية عالمية معروفة من مختلف القطاعات من إعلام وفن وحقوق إنسان وغيرها أحد أهم هذه الشخصيات سافر حقوق الإنسان في العالم ستيفان هيلسان الذي توفي اليوم الأرضعاء الماضي قبل إطلاق الحملة دقيقتان من أجل سوريا حملة تمتد إلى منتصف آذار الذي يتصادف مع الذكرى الثاني لانطلاق الثورة السورية حيث ستنطلق بالعالم أجمع حملة موج بيضاء أصحاب المبادرة دعوا جميع شعوب العالم للخروج إلى الشارع يوم الخامس عشر من مارس المقبل وتجمع أمام أو بالقرب المقار البلديات ورفع ورقاء أو قطعة قماش مكتوب عليها كلمة قف وهي تمثل دعوة لوقف كل ما يتعرض له الشعب السوري من ظلم وقتل وتعذيب وطهاد وامتهان لكرامته لكن كلمة قف هي رسالة أيضا لقادة العالم وساسته للكف عن الصمت المخز الذي يطبع موقف المجتمع الدولي إذا أما يحدث في سوريا اللافت في هذه المبادرات يقول أصحابها أنه لا أهمية لأن تفهم شعوب العالم اللغة العربية أو لا فالأهم أن الجميع يفهم لغة الحرية والضمير الحي فيما صوت الحق كان وسيظل الصوت الأعلى في كل المعمورة مهما طال عمر الباطل ترجمة نانسي قنقر